نظمت دار الأوبرا المصرية احتفالية غنائية استعراضية بمناسبة الاحتفال بعيد الشرطة الثاني والسبعين وثورة الخامس والعشرين من يناير هذا واستعرض الاحتفال فيلما وطائقيا عن معركة الإسماعالية لعام 1952 للتذكير بالدماء الزكية التي أريقت للدفاع عن أرض الوطن قريق الكرال أطفال وشباب مركز تنمية المواب التابع لدار الأوبرا المصرية متعودين كل سنة في عيد الشرطة بنعمل حفل كل فكراته الغنائية غنية وطنية صراحة العرض كان جميل جدا والناس كلها كانت مبسوطة ومتفاعلة يعني فالحمد لله كلهم فارجوا مبسوطين وإحنا نفسنا كنا بنغني وإحنا مبسوطين احنا جهزنا العرض قول مثلا من شهر ابتدينا أول بروفا بعد كده يعني عملنا بروفات أكتر عن الأول علشان خاطر طبعا تجهزات الحفلة تبقى على شكل جميل جدا الحفلة دي حفلة مهمة جدا مناسبة يعني بنستنية من سنة للسنة علشان خاطر نقول شكرا للشرطة والزورة الداخلية وكده